رجح المتحدث الرسمي باسم هيئة الحجد أحمد الأسدي انطلاق معركة تحرير قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل أولا ومن ثم عمليات الحويجة وبعدها المناطق الغربية لمحافظة الأنبار وقال الأسدي في بيان إن القائد العام للقوات المسلحة أمر بإعطاء التوجيهات لجميع القطاعات العسكرية التي ستشترك بمعركة استعادة تلعفر منذ حوالي أسبوعين مبينا إن عملية استعادة القضاء سيشارك فيها الجيش والشرطة الاتحادية وقوات جهاز مكافحة الإرهاب والرد السريع فضلا عن قوات الحجد الشعبي مبينا إن المحاور ستكون مشتركة بين جميع هذه القطاعات